موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم إلى موقع الموقع الذي عنونا في صفحته الرئيسية المخلافي حصلنا على ضمانات إقليمية ودولية بتنفيذ النقاط الست لإعطاء المشاورات فرصة أخيرة وقالت التفاصيل أكد رئيس وفد الحكومة الشرعية لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي العودة إلى المشاورات بعد الحصول على ضمانات إقليمية ودولية بالالتزام بالنقاط الست التي طالب بها الوفد الحكومي سابقا وقال عبد الملك المخلافي إن هناك ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت ولإعطاء المشاورات فرصة أخيرة ومن عنوين الموقع أيضا كيف ينظر اليمنيون للوحدة اليمنية في ذكرها السادسة والعشرين وعنوان محافظ تعز يعين العميد المغبشي مديرا لأمن المحافظة إلى موقع يمن مونيتر والذي جاء في عنوينه الحوثيون يفرجون عن ناشط يمني بعد عشرة أشهر من الاختطاف وجاء في التفاصيل أفرج المسلحون الحوثيون في العاصمة صنعاء عن ناشط يمني بعد عشرة أشهر على اختطافه من منزله في محافظة تعز وسط البلاد وقالت مصادر في أسرة الناشط اليمني عبدالقادر الجنيد ليمن مونيتر إن الحوثيين بصنعاء أفرجوا عن الجنيد بعد حوالي عشرة أشهر من اختطافه دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل ويضيف الموقع كان الحوثيون قد اختطفوا الجنيد في 5 أغسطس من العام الماضي من منزله في مدينة تعز ونقلوه إلى سجن الأمن القومي في العاصمة صنعاء والجنيد أكاديمي وناشط سياسي إضافة إلى كونه ناشطا بارزا على موقع التواصل الاجتماعي ومن العنوين مسلحو الحوثي اختطفون ثلاثة أشخاص في إب وسط اليمن وقال مصدر محلي ليمن مونيتر إن مسلحي الحوثي اختطفوا عبد الرحمن الشراعي أمام إمام مسجد الخير في مدينة إب واثنين آخرين في الحي نفسه ونقلوهم إلى جهة غير معلومة وأضاف المصدر أن اختطاف الثلاثة الأشخاص جاء بذريعة وجود صور قرب المسجد للقيادي في المقاومة الشعبية بالمحافظة أمين الرجوي الذي قتل قبل عام مع آخرين بغارة للتحالف بعد أن استخدمه الحوثيون مع آخرين كدرع بشري في معسكر لهم بمحافظة دمار عن ذكر الوحدة اليمنية وما تمر به من مراحل عسيرة كتب عرفات تاج الدين مقاله المنشور في موقع الموقع وقال الكاتب مر ربع قرن على إعادة توحيد اليمن واليوم هو العيد السادس والعشرون للوحدة اليمنية والتي لم تخطئ وإنما كانت مشروعا حضاريا لأجمع شعبا واحدا فرقته السياسة وصراعة الحكم لم تعد اليمن كما كانت وقد غزتها نار الميليشيات وأصحاب المشاريع الضيقة لكن اليمن تبقى هي البلد الكبير والحالم أبناؤها بغد أفضل في ذكر الوحدة الموجوعة ما تزال حاضرة فينا كبقعة مضيئة في زمن كان الظلام سيدة في عدن ارتفع العلم الوحدوي خفاقا قبل ستة وعشرين عاما لكن صراحات أرباب النفوذ دعتهم للاحتراب بعد أربع سنوات من عمر الوحدة انتصر أحدهما بمشروعية الوحدة لكنه لم يكن رشيدا في سلوكياته كما أن الطرف الآخر المهزوم لم يكن يقول سوءا عن المنتصر لم يكن يقول سوءا عن المنتصر لكن من يمسك بزمام السلطة يتحمل المسؤولية في القلب ألم وحسرة ووجع أكثر منه فرحا أمان أكثر من وقائع لكننا ما توقفنا يوما عن الحلم بيمن واحد كبير وعزيز يحقق مشروعية الوحدة ويعزز اللحمة الوطنية التي أصيبت بوهن بفعل الجماعة المتطرفة شمالا وجنوبا لا أعرف كيف أهنئ شعبا يكافح من أجل البقاء لكنني أحث من يصله قولي هذا لا حياة إلا بالتكتلات الكبرى والمشاريع الكبيرة ولو كان هناك هوة شاسعة من الاختلاف انظروا إلى الاتحاد الأوروبي كيف ارتعدت فرائس قادته وقادة العالم حين بدأت شروخا تدب في عروقه تحرك أوباما للتوسط إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء في عنوينه مقتل متظاهر في عدم برصاص الشرطة أول ضحايا احتجاجات الكهرباء وعنوان آخر قوات الجيش تداهم منزلا في المكلة وتقتل عشرة من مسلحي تنظيم القاعدة وفي عنوان آخر إصابة وكيل محافظة عدم في فجار عبوة ناسفة ببوابة منزله الحوثيون يقتحمون دار الأحداث بمدينة الحديدة ويخرجون الأطفال والعملين وقالت التفاصيل ان ميليشيا الحوثي وصالح اقتحمت دار الأحداث بمدينة الحديدة غرب اليمن وقامت بطرد الأطفال القاطنين فيه وأفاد مصدر بدار الأحداث للمصدر أونلاين أن الحوثيين اقتحموا الدار بأربع دوريات مسلحة وقاموا بإخراج الأطفال والمشرفين العاملين فيه وإحلال مسلحيهم في المبنى وأضاف أن الحوثيين حاولوا قبل أشهر الاستيلاء على الدار واختطفوا عددا من العاملين وصادروا محتويات المخازن التي تضم مواد عينية تابعة لمشاريع شبكة حماية الطفولة المدعومة من اليونسيف إلى موقع التغيير نت الذي تابع العديد من الموضوعات منها إصابة وكيل محافظة عدن بعبوة ناسفة وقال الموقع أصيب وكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي بجراح وصفت بالمتوسطة إثر محاولة اغتيال فاشلة مساء السبت وبحسب مصادر إعلامية متطابقة فقد فجر مسلحون عبوة ناسفة زرعت أمام بوابة منزل الشعيبي بحي كود النمر انفجرت لحظة دخوله المنزل أصيب الشعيبي بجراح نقل على إثرها إلى مستشفى النقيب لتلقي العلاج ومن العنوين ليلة ملتهبة عاشتها تعز وقالت التفاصيل إن مدينة تعز شهدت كعادتها ليلة ملتهبة والساخنة من حيث المواجهات العنيفة في جبهاتها الشرقية والشمالية والغربية وقصف يطال الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيا الإنقلابية عقبها انفجارات عنيفة هزت المدينة حذاري من إعادة رسم الخرائط في بلاد العرب تحت هذا العنوان كتب وزير الإعلام الأسبق علي العمراني ما قاله المنشور في المصدر أونلاين وقال العمراني في أجزاء منه ما الذي يحدث الآن في بلاد العرب بعد مئة عام من سايس بيكو؟ هناك إرادة تقسيم المقسم حيث يطرح تقسيم العراقي إلى ثلاثة وليبيا إلى ثلاثة أو أكثر وبالمثل سوريا وكذلك اليمن وهناك فكرة الحفاظ على كل شيء كما هو وأتحدث هنا عما يدور في الدوائر الغريبة ذات العلاقة مجلة الأيكنوميست البريطانية الرصينة تساءلت في مقال افتتاحي لها قبل أيام ماذا لو أطل كل من سايس وبيكو على الإرثي الذي تمخض عن مشروعهما؟ وقالت عندما حدد سايس وبيكو خطوط تلك الخرائط بالكاد كان يتصوران الفوضى والمأساة التي صنعها ثم أضافت المجلة يعاني العرب من غياب المشروعية منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية حيث الإجلوجيات القوية قومية وإسلامية والآن جهادية تتطلع جميعها لحكومة ودولة تتجاوز الحدود التي خلفها المستعمرون وحذر المقال من الحلول الترقيعية التي من ضمنها التفكير في إعادة رسم الخرائط في منطقة لا توجد فيها خطوط واضحة للخرائط بين المذاهب والأعراق في الأحياء والمدن والقرى هناك من يشبه ما يحصل الآن في العالم العربي بما حدث في يوغسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي وهناك من وجد له ما يماثله في حرب الثلاثين عاما في أوروبا في القرن السابع عشر وكيفما كان الأمر فإن أزمة العالم العربي عميقة جدا ومعقدة والحقيقة فإن إعادة تقسيم اليمن بالذات إلى دولتين أو أكثر غير وارد البتة لكن ما يخشى منه هو حال من التفكك الذي قد يدوم بعض الوقت حتى يثوب اليمنيون إلى رجدهم حال التفكك لن يخدم أحدا سيكون حالا من فوضى مؤلمة وعارمة وبعض علاماتها موجودة الآن وهي ما حذر منه رئيس الوزراء بن دغر في كلمته الواضحة وسبق وحذر منه المرحوم فيصل بن شملان في مقابلة له قبل وفاته قال بن شملان لا أخشى الانفصال ولكن ما نخشاه هو التفكك كم يأمل المرء أن يؤوب اليمنيون إلى رجدهم من قريب قبل تعقيد الأمور أكثر وقبل أن يعم التفكك والخراب على نحو الأسوأ إلى موقع نيوز يمن الذي جاء في صدر صفحته الرئيسية العديد من العنوين منها اللجنة الطبية بيتعز تستكمل فحص 57 جريحا في مستشفى خليفة بالتربة وقالت التفاصيل استكملت اللجنة الطبية بمحافظة تعز إجراءات الفحص الطبي لعدد 57 جريحا بمستشفى خليفة العام في التربة تمهيدا لاستكمال علاجهم في مستشفيات تعز وإصدار تقارير لمن هم بحاجة للسفر والعلاج في الخارج إلى ذلك طالب الجرحى من اللجنة سرعة عمل تقارير طبية لكل جريح كي يتمكنوا من السفر للخارج واستكمال إجراءات علاجهم ومن عنوين نيوز يمن الرئيس هادي يؤكد عودة حكومته إلى المفاوضات مع الحوثيين قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصالحة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونستحبكم فيه بين أهم ما قالته الصحف ونبدأ من الصحف الكويتية حيث قال رئيس الوفد الحكومي في المفاوضات عبد الملك المخلافي لصحيفة الرأي الكويتية ردا على سؤال حول التدخلات الإيرانية في اليمن لا ننسى أنه عندما سقطت صنعاء بيد الحوثيين قال الإيرانيون إن هذه هي العاصمة العربية الرابعة التي تسقط بيد إيران وأضاف الوزير المخلافي بالنسبة للحوثيين وارتباطهم بإيران فهم بالطبع يمنيون ولا ننكر يمنيتهم ولكنهم مع إيران في حزب وهذا الحزب له أسماء مختلفة منها المقاومة والممانعة وهم في الواقع لم يقاوموا إلا الشعب اليمني وهذا الأمر معلن ولكنهم معتادون أنهم عندما يسألون يقولون نحن نقاتل لحساب أنفسنا ولسنا تابعين لإيران ونفى المخلافي قيام القوات الشرعية بخرق الهدنة وقال إن كل خروقات الهدنة مارسها الحوثيون حيث استولوا على المعسكرات كما جرى في معسكر العمالقة ومنها التقدم والتحشيد وزرع الألغام والسيطرة على مناطق جديدة وعن الجانب الاقتصادي قال رئيس الوفد المفاوض البنك المركزي كان فيه خمسة مليارات ومئة مليون دولار وديعى عندما تسلم الإنقلابيون البلد ولم يتبقى من هذه المليارات سوى مليار واحد هو الوديعى السعودية وهي غير قابلة للصرف وإلا كانت تعرضت للصرف ولذلك بقيت وبقي أيضا مئة مليون دولار فقط فأين صرفت هذه المبالغ يسأل عن ذلك من يدير البنك المركزي ويضيف الوزير هناك أيضا خمسة وعشرون مليار ريال يمني شهريا تصرف على ما يسمى المجهود الحربي وهناك عبة بالمال العام فمثلا الاحتفالية بميلاد حسين الحوثي كلفت الدولة مئتين وخمسين مليون ريال يمني والأثر الذي تركوه على الاقتصاد هو أثر مباشر وغير مباشر أيضا إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي عنونت مشاورات الكويت تنهي شهرها الأول وقالت الصحيفة أنهت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة بالكويت شهرها الأول في وقت تراوح المفاوضات الصعبة ما كانها دون تحقيق أي تقدم يذكر وتتابع الجريدة وكان رئيس الوفد الحكومي بالمشاورات صرح أن فريقه التفاوضي لن يغادر الكويت قبل إبلاغه بفشل الجهود الدولية في إقناع الطرف الآخر الوفد المشترك لجماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي بقبول تقديم وثيقة مكتوبة تتضمن قبول ستة بنود على رأسها شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وتفيد الصحيفة الكويتية تنحصر المشاورات حاليا في اتصالات ثنائية بين الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووفدي المفاوضات كما لا توجد أي مبادرة ولا أفق للحلحلة نظرا إلى تشبث الطرفين بمواقفهما المتكررة منذ شهر من جانب آخر وفي وقت تتردد أنباء غير رسمية وتكهنات لبعض الإعلاميين عن احتمال تعليق المشاورات على أن تستأنف بعد شهر رمضان كما تقول الجريدة إنه من المقرر أن يلتقي عبد الملك المخلافي الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون لبحث آخر تطورات المسار السلمي وسبل دفع مشاورات الكويت إلى صحيفة عقاض السعودية والتي تابعت المفاوضات اليمنية وعنونت مصادر عقاض مشاورات الكويت لم تفشل وعز مدير المركز الوطني للمعلومات في الرئاسة اليمنية محمد العمراني استمرار تعريق المشاورات إلى رفض الإنقلابيين الالتزامة بتثبيت الاتفاقات وقال العمراني في تصريح لعقاض إن الأمم المتحدة طلبت من الوفد الحكومي مزيدا من الصبر ولكن الحوثيين يرفضون الالتزام الخطي بالبنود الستة التي وضعتها الأمم المتحدة محذرا من أنه إذا ظلت بنود الاتفاقات مجرد نقاش وأحاديث غير موثقة فإنها لن تؤدي إلى نتائج مستقبلية وهو ما لا يخدم السلام وأوضح أن الحوثيين يرفضون تقديم أية تنازلات ويرون أن التوقيع على الالتزام الخطي بالاتفاقيات والبنود الستة هزيمة اليمن فيلم أبيض وأسود تحت هذا العنوان كتب وزير الخارجية السابق رياض ياسيد مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال الكاتب في أجزاء منه هناك قصص حقيقية كثيرة صالحة لصناعة سينمائية رخيصة تكلفة ولا تحتاج لممثلين محترفين وتقنيات مبهرة وتتلخص في اللعب والرخص ليس فقط على رؤوس الثعابين كما يحلو لعلي صالح أن يصف به نفسه بل وبالتفاصيل والخدع السينمائية التي تبدو أحيانا كثيرة مملة لنا لأنها لا زالت بلونين فقط الأبيض والأسود ولكنها مشوقة ومثيرة لمن لم يعاصرها ولا يعرفها من قبل وتشبه صناعة الأفلام التراجيدية أو حتى أفلام الشباك التي نفتقدها في اليمن وإن محاولة المبعوث الدولي أو بعض الأطراف الغربية حسنة النية والمتفائلة دوما بمحاولة تلوينها حتى يتم السساغتها أو بلع الطعم لتعود الدوامة والحروب في اليمن ولا تنتهي كالمرض المزمن المستوطن والوبائي الذي يستعصي علاجه ومداواته وأن يتم تسكينه لفترة محدودة فكما نجح المبعوث الدولي في مهمته السابقة في جهوده لمكافحة فيروس إيبولا في غرب القارة الأفريقية لكونه يعرف ونعرف نحن أن إيبولا هي الأسود والإنسان هو الأبيض ويدرك أن الفرق واضح بينهما وليس هناك داع للتلوين في هذه المرحلة من الضروري اليوم أن يساعد المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ وبعض الدول الغربية النافدة اليمنيين على التخلص من المخلوع علي عبدالله صالح فلا يزال الفيلم المعروض في اليمن أبيض وأسود ولا تزال المشاورات في الكويت لم تراوح مكانها ولا أعتقد شخصيا بنجاحها ولم تتلون بعد وإن كان هناك محاولات مستمتة من كبل الحوثيين وصالح للوصول إلى النهاية السعيدة وللتهرب مرة أخرى ولإغراكنا في التفاصيل والأوهام والوعود العرقوبية والحلول المعلبة والمسلوقة بإتقان وفترة انتقالية غامضة إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت الشأن السياسي وعنونت مشاورات الكويت تتعثر في شهرها الثاني وقالت مصادر السياسية إن الوعود ما زالت غير كافية لتوفير الضمانات التي طالب بها الوفد الحكومي للعودة إلى المشاورات في ظل غياب أي مبادرة إقليمية أو أممية أو دولية لكنها أضافت أن ذلك لا يعني فشل المفاوضات بل هي كما وصفها ولد الشيخ بالشاقة والصعبة رغم تأكيده أنه ليس أمام الطرفين من خيار آخر غير الخروج بحل سلمي وشامل إلى صحيفة العرب الجديدة والتي عنونت في الشأن الاقتصادي المركزي اليمني يحذر الحوثيين من المساس باستقلاليته وتقول التفاصيل حذر محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام من المساس بحيادية البنك واستقلاليته في إشارة إلى الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة ويتدخلون في سياسات البنك وأكد بن همام في بيان أن قيادة البنك تبذل جهودا بهدف تحييد أنشطة البنك وتعمل بشكل متواصل مع البنوك التجارية وشركات الصرافة من أجل التغلب على تلك الصعوبات واحتواء التطورات الأخيرة في سوق الصرف وقال المحافظ وتأتي في مقدمة ذلك جهود البنك المركزي في تحييد أنشطته وأنشطة البنوك التجارية والمؤسسات المالية إذ أن المساس بذلك كما نرى له تأثير مباشر على معيشة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يأتون على قمة سلم الأهداف المعلنة للجميع وتنقل الصحيفة عن مصدر في البنك أن المجال الممكن للحوثيين ويستطيعون من خلاله التصرف في الأموال العامة يأتي من خلال استحقاقات الجهات العسكرية إضافة إلى استحقاقات الجهات والمؤسسات المدنية بعد خروجها من البنك المركزي وأكد المصدر قيام البنك المركزي بإصدار عملة بدون غطاء لتغطية مرتبات موظفي الدولة موضحا أن قانون البنك المركزي لا يسمح بذلك لكن الضرورات توبيح المحضورات وأن تداعيات إصدار عملة دون غطاء أهوا من توقف صرف الرواتب إلى صحيفة السياسة والتي تابعت أحد الموضوعات الدولية وعنونت منشق عن داعش رأيت الجنون في عيونهم وسردت التفاصيل قصة أحد الشباب المتحقين بالتنظيم الإرهابي من شاب جامعي في أحد أهم الجامعات الأمريكية إلى عنصر تنظيم داعش في سوريا تحول دراماتيكي دفع موسى الشاب العشريني ثمنه غاليا وذكرت الصحيفة أن موسى الذي فر من داعش في نوفمبر 2014 ويخضع لمحاكمة ظهر في مقابلة مع قناة MBC الأمريكية ليكشف الفضاعات التي شاهدها بنفسه من قبل التنظيم وفي المقابلة التي رتبتها السلطات الأمريكية بعد علمها أن القناة تعد تقريرا بشأن موسى الذي كان يدرس في جامعة كولومبيا قبل التحاقه بالتنظيم روى الأخير كم الجنون الذي رأاه في عيون عناصر داعش وقال موسى خلال المقابلة إن داعش لا يوصل الإسلام للعالم والناس ولا الناس بحاجة لأن يعرفوا ذلك مضيفا بعد أن أصيب بخيبة أمل مما رأاه أنه في النهاية ومع ازدياد الأمور خطورة رأيت رؤوسا مقطوعة توضع على أعمدة مدببة وردا على سؤال بشأن ماذا فعل عندها أجاب تجاهلتها إذ كان يمكنني أن أرى الجنون في عيونهم في إشارة إلى خوفه من جنون عناصر داعش وفيما يمكن أن يحل به في حال تسجيله أي اعتراض مضيفا لم أتصور كيف يمكن للبشر أن يكونوا بهذا السوء لقد خذلت أهلي ووطني بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم الكشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه نتابعوا معا مجموعة ميرسوم الكاريكاتشير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر